نبدأ في الوحدة الثالثة اللي هي أساسيات ريادة الأعمال في هذه الوحدة رح نمر بمجموعة من الأهداف الأساسية التي لابد من تغطيتها بإذن الله في الوحدة الثالثة التي تتعلق بنماذج الأعمال مفهوم نماذج الأعمال أهمية نموذج الأعمال وفوائده تاريخ تطور نموذج الأعمال مكونات نموذج الأعمال لوحة نموذج الأعمال كذلك مخطط نموذج الأعمال التجاري وسابعا في هذه الوحدة سنتكلم عن تقويم نموذج الأعمال ماذا نقصد بنموذج الأعمال؟ كثير من علماء ريات الأعمال أو الأعمال بشكل كامل تكلموا عن تفسيرات لمعرفة نموذج الأعمال العالم موربينغ ذكر أن نموذج الأعمال هو منحنى القيم الذي يعكس كيفية تلبية الشركة لإحتياجات المستهلك وفقا لمعايير مختلفة فنجد أن في هذا التعريف أوضح أن هناك منحنى لتعريف أو لتقييم أو لإضاحة كيف للشركة أن تلبي إحتياجات المستهلك أن تلبي إحتياجات العميل وهذه الإحتياجات لا تتم إلا عن طريق معايير مختلفة تتناسب مع المنظمة وتتناسب مع إحتياجات المستهلك كلا حسب احتياجاته وكلا حسب أهدافه وكيف لنا أن نحقق الربحية مع تلك المعايير التي بنتها تلك الشركة في تلبية احتياجات ذلك المستهلك جيسويبر ذكر أن نموذج الأعمال هي طريقة تستخدمها الشركة لإيجاد القيمة والربح وبهذا التعريف نجد أن نموذج الأعمال كان لديه هدف سامي لديه هدف واضح أن هناك طريقة وهذه الطريقة تستخدم دائما لإيجاد القيمة وتستخدم لإيجاد الربح بمعنى أن عندي أساليب عندي طرق عندي معايير عندي قطط توضح لهذه الشركة أن عملية ما تقوم به الشركة من أعمال لهدف إيجاد القيمة التي من خلالها يتبنى لدينا فكرة احتياجاتنا كشركة من حيث الموارد البشرية الموارد المالية الموارد التقنية الأنظمة واللوائح وكذلك ما هو ذلك الجزء الأهم من إيجاد تلك الشركة في تحقيقها لما يسمى بالخدمات أو ما يسمى بالسلع التي تقدم للمستهلك وهل هناك ربح نجد في نهاية المطاف كمخرجات للمستفيدين أو العملاء وهذا يعتبر هذا تفسير لهذا التعريف الثاني في 2010 ماركيديس ذكر أن نموذ الأعمال هو مجموعة الإجابات التي تعطيها الشركة للأسلة الثلاثية ذات الصلة بالمنظمة أو بالشركة ذات الصلة بالعملاء ذات الصلة بالجودة المستخدمة في المنتجات أو الخدمات فكانت من ضمن الأسئلة من يجب أن يكون جمهوري المستهدف من هم هؤلاء الجمهور؟ من هم عملائي؟ وهنا تختلف الرؤية بشكل كبير جدا فكلما كان لدينا وضوح للجمهور، للمستهلكين، للمستفيدين كلما كان عندنا فعلا وضوح في نموذج الأعمال كيف نقوم بهذا النموذج؟ ما هي المنتجات أو ما هي الخدمات التي يتعين على تقديمها لعملائنا في الاستفادة سواء كانت منتجات مستهلكة أو كانت كخدمات مقدمة لهؤلاء العملاء؟ ما الذي يجب أن يميز عرضي؟ وهنا نسميها دائما في علم الإدارة الميزة التنافسية ما هو الشيء الجديد الذي قد قدمه للمستهلكين، للعملاء الذي قد قدمه في تقديم للخدمة؟ هذا لا بد أن يكون واضح كذلك كيف يمكن القيام بذلك بكفاءة؟ وعندما نتكلم عن كفاءة نتكلم عن أقصر وقت وأقل جهد وأقل تكلفة وبجودة عالية وبذلك نستطيع أن نقدم عملنا، نقدم منتجاتنا، نقدم خدماتنا وبكفاءة وبذلك لا نستطيع أن نطلق على هذا العمل الذي سيقدم من خلال هذه الشركة، سواء كانت منتجات أو خدمات أنها ذات كفاءة، إلا إذا توفرت لديها صفات الكفاءة من حيث الجهد الأقل، الوقت الأقل، الجودة العالية، وكذلك التكلفة الأقل، وبذلك إجابتنا على هذه المجموعة من الأسئلة، من هم الجمهور المستهدف، ما هي تلك الخدمات أو تلك المنتجات التي سأقدمها لعملائنا؟ ماذا يميزني عندما أقدم تلك المنتجات أو تلك الخدمات؟ كيف يمكن أن أقدمها بكفاءة؟ هذه كامل الأسئلة تعطيني انطباع كامل وواضح ما هو نموذج الأعمال، بمعنى أني أستطيع أن أقدم نموذج الأعمال عندما أجيب على هذه الأسئلة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر